افتتح المجلس الأعلى للبيئة صباح اليوم الملتقى الرابع لحماية طبقة الأوزون تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للأوزون والذي يحمل شعار هذا العام بروتوكول مونتريال للحفاظ على برودة طعامنا ولقاحاتنا وبهذه المناسبة أكد سعادة المبعوث الخاص لشؤون المناخ حرص مملكة البحرين على بذل كافة الجهود ومساندة المجتمع الدولي في حماية البيئة من الأضرار الجسيمة التي خلفها ثقب الأوزون في العقود الأخيرة من القرن العشرين بسبب المواد الكيميائية ووسائط التبريد المتنوعة التي استخدمت في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للبيئة أطلق حزمة من التشيعات الوطنية بشأن إدارة وصائط التبريد ووحدات التبريد ووحدات التكييف من أجل موكبة التطورات التكنولوجية والفنية ووفق أفضل الممارسات العالمية حيث تأتي هذه التشريعات في سياق التزام مملكة البحرين تجاه متطلبات اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون وبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون كما نوها بن دينا إلى أن المجلس الأعلى للبيئة افتتح منذ ثلاث سنوات المركز الوطني للسصلاح وتدوير وسائط التبريد بهدف خلق بيئة جديدة تساعد في حفظ وسائط التبريد المستخدمة حاليا وإدارتها بشكل سليم هو الهدف الأساسي طبعا هو التخلص التدريجي للغازات المستنفذة لطبقة الأوزون من غازات التبريد والتكييف فهذا حققنا فيه الحمد لله إنجاز كبير حسب الالتزامات التي تعاهدنا بها للاتفاقية والبروتوكول مونتريال ومن الأمور أيضا اللي نفخر فيها أن وضعنا التشريعات الجديدة التي تم إصدارها مؤخرا واللي هي يعني تعتبر فريدة من نوعها ونعتقد بأنها ستستخدم كالدول الأخرى ستستخدمها للإسترشاد بها في إصدار تشريعاتها حقيقة في منطقة غرب آسيا وكلما أحوجنا الحديث عن قصة نجاح يعني نلجأ إلى قصة البحرين البحرين من دول الرائدة في تنفيذ البروتوكول والالتزامات المناطة بها بموجب هذا البروتوكول قامت بتطوير بنيتة تشريعية وتنظيمية للتعامل مع المواد المقيدة بالشكل الذي يمكنها من الحد من استخدام المواد الضارة والمواد الضارة بالمناخ بشكل عام والتوجه نحو سردان المواد البديلة والتقنيات البديلة ترجمة نانسي قنقر